يا أهلا بكم ومرحبا بكم في ساقية عبد المنع مصاوي هذه المنارة التي تهد الضياء وكل امرئ يولي الجميلة محبب وكل مكان ينبت العزة طيب ومرحبا بكم في سلسلة فرعونيات التي يعيد بها أحمد صديق قراءة التاريخ بعيون مصرية وهل أعني بالعيون المصرية عيون الحاضر؟ كلا بل عيون الماضي التي رسمت ما رصدت وعنت ما قصدت فجنت ما حصدت ولم توصد أمامها الأبواب وحديثنا اليوم عن الهرم الأول أول هرم في الدنيا يا نفس خوضي بحار العلم أو غوصي فالناس ما بين معموم ومخصوصي لا شيء في هذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوصي غص أبحر العلم واستخرج لآلئها ولا يصدنك عنها هول لجتها قالت النفس قد علمت كثيرا قلت هذا الكثير نزر يسير تملأ الكوز غرفة من محيط فيحسب أنه البحر المحيط إيه حكاية الهرم الأول؟ ويعني إيه هرم؟ هأخذكم في رحلة عبر الزمن ونسأل يعني إيه هرم؟ الناس كثير يفكرون أن الهرم زي الهرم إيه هرم وهرم وهارم؟ هل هو هرم أم هرم؟ ما الفرق بينهم؟ قلت شيخ دون الكهل وفوق الهرم لا شيخ دون الهرم وفوق الهرم يمشي هونا وعلى مهلة إذن فيه هرم واشتقى منه الوصف الهرم فيه هرم وفيه كهل وفيه شيخ أنهي الأصغر فيه الكهل صح؟ وعندما فيه شيخ وأني ممكن كن الهرم دون عليه شيخ لهو أكبر شوية إذن هو هرم ولكن هتوصف بالمصدر إيه الكلام التقيل ده في الأول؟ الوصف بالمصدر أقوى وأصدق وأثبت يعني إيه؟ لو قلت إن فلان أو فلانة جميلة ربما هذا الوصف يعني مش ثابت ومش باقي لكن إذا وصفت بالمصدر والمصدر يعني اسمه ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن المصدر ما دل على معنى غير مقترن بزمان له ماضي ولا دلوقتي ولا مستقبل معنى كده إنه ثابت عشان كده لازم هذا هو ده المصدر فإذا قلت فلان أو هي الجمال بعيني أو هو العدل بدأ أقوى من إن تقول هو عادل فالهرم وصف بالمصدر وصف مجرد عن الزمان فهو الهرم هو تجسيد لهذا القدم فالعرب سموا الهرم ما شفوه قال إنه هو ده إيه؟ هو ده الحرم كلمة هرم عندنا طبعا إذا كنت هتعدي الشيخ يعني حد كبير أوي ولذلك هيبقى فيه تقوض وفيه تهدم وما لا يصانع فيه أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسامي فيه البيت اللي هو فيه التهدم والتقوض المهمة تلاقي الأهرمات فيه قطع أحجار بتقع مش كده؟ إذن هي ده فكرة إنه هرم إنه طال عليه العمر شاوي قال أبا الحول طال عليك العصر وبلغت في الأرض أقصى العمر فهو عمره طويل إذن اشتقاق الهرم كلمة الهرم دي من طول العمر ومن ما يعترن إنسان من الضعف زي في الآية بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا وهنا العظم فكل هذا التهدم والبلا مع الزمان والأنتروبي هو ده الهرم ويقول عليها بالإنجليزي أنتروبي أنتروبي لا النسبة للهرم هو فحد فحد هرم كده هو يعني الهرم فيه محكع شوية طيب دي كلمة الهرم ولكن بما إن إحنا أطلقنا الهرم على هذا الشكل الهندسي فأصبح لكلمة هرم اللي هي في العمر وفي الأعمار وفي تقدم العمر لها معنى جديد ألو هو المعنى الهندسي المعنى الهندسي تعالوا إلى عالم الهندسة ونحسب حسيب الهرم هل سنحسب حجم الهرم؟ ممكن ليس الحلقة ولكن هذه الفكرة يبقى خرجنا من معنى من معنى ملموس ومن عمر الإنسان إلى معنى هندسي إلى جيومتري إلى أبستراكشن تجريد جردنا الأمور فبمجرد أن نرى الهرم خرجنا معنى جديد وهذا ما حدث مع أهلنا اليونان أهلنا؟ لا كلنا أهلي أجددنا اليونان أيام زمان كانوا بيقولوا على الهرم لما شافوا في مصر قالوا تيراميزا أو تيراميزا هذا معناها ماهي؟ ماهي الشكل هذا؟ ماهي؟ طول ما أنا بعمل كده يبقى أنا في محضرة الهرم كبه كده معناها الكيكاك تورطة الله؟ ماهي يا جماعة يونان أنتم؟ تحبوا الأكل كتير؟ فاكرين كل حاجة يشفوها في مصر يروح باصص على المثلة أوبليسك أوبليسك ما معنى الأوبليسك؟ المثلة العرب سموها مثلة من الإبرة الضخمة مش كده؟ المثلة هي الإبرة الضخمة قال أحمد شوقي تجد الذين بنى المثلة تجدهم لا يحسنون لإبرة تشكيلة يعني الناس اللي بنوا الإبرة الضخمة مش قادرين يعملوا إبرة صيني مثلاً أو إبرة خياطة فالإبرة لما تكون كبيرة هي المثلة المثلة هي الإبرة الضخمة لكن اليونان لما شافوا المثلة عندنا هذا الشيء الجميل المستدق ولعل المثلات التي استدعى بناؤها فائقة دقة لم تكن سوى أهرام مستدقة وبذلك يكون الهرم رمزاً مستوعباً بحضوره حضارة مصر في كل عصر المثلات أعمدة ممدودة في السماء نقلت أحجارها على صفحات الماء وكان لها إيماء إذ نصبت زوجين عندما داخل المعابد تلفت العابدة إلى بدء الخلق دي المثلة عملة زي الهرم لكنها مختلفة قليلاً ومستدقة سلندر رفنعة رفاياعة مع أنها في المصر الفرعوني تخن ما الذي تخن فيها؟ أيضا تخينها أنك تفعلها تخين هو لا يستطيع تفعلها ولذلك حد شابسوت كانت فخورة جداً بصنع ونحت المثلة من الجرانيت الأسواني الجميل أسوان كأنه صوان أسواني، حجر، جرانيتي، إجنيس، ناري لكن اليونان قالوا عليه أبلسك ومعنى الأبلسك هو السيخ تخيلوا واحد في تركيا وبيطلب أكل فهيطلب شيش الشيش هو الأبلسك الشيش هو السيخ شيش طاوك شيش كباب شيش يعني أبلسك شيش يعني سيخ شيش، سيخ، أبلسك بالنسبة ليونان، ده سيخ كبير فشوف إزاي الأسماء نرجع للهرم بقى والتسمية على أسماء الطعام لأن طبعاً اليونان كانوا يحبون الجاسترونومي وجاسترو صح؟ ساعة البطون تضيع العقول وتتيه في أفكار جميلة وتسميات ومسميات فجاسترونومي، أسترونومي، إيكانومي كل ده يتحكم تفونومي بعد شوية مقابر فقالوا على المسلح أبلسك وقالوا على الهرم تيراميسا ده اللي هو التورتة أو الكيكة تخيلوا، شافوا الهرم طلع لنا تورتة وده هنشوفه بعد شوية في قصة الهرم الأول ولكن تذكروا جيداً في نقطة حلوة في الموضوع إن ممكن الملك هذا سويت توث فعشان كده كان بيطلب تورتة دي اختراعي نرجع إلى الهرم الأول حكاية الهرم الأول وإذا رجعنا الورى القهقرة في الزمان الغابر حيث ملوك مصر وفي أسرات لازم تكون عندك عاصمة لازم تكون عندك مملكة إذا كنت تبني لازم، كفاية كلمة لازم يا أحمد لابد وحتماً من البناء ومن الاستقرار وستابلتي عندك القطرين عندك مصر العليا والدنيا قلت ويبعثوا ويجيتوا كل هذا تحت وتبدأ تظهر عاصمة أو عاصمة لا عاصمة واحدة اللي قالوا عنها مدينة من يقول من فيها يقول لنا هي منف من فيها منف ومن فيها وفيها ما فيها منف ومن أين جاءت منف التي سماها اليونان ممفس لكن ممفس 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 هي منف ومنف هي من المصرية القديمة أي من الفرعونية أي من الهيروغليفية أي من الكلمات التي أطلقها المصري القديم كان بيقول ويؤلفوا حروفاً تأليفة فصارت هيروغليفة فقالوا قالوا إيه؟ قالوا من نفر وما معنى من نفر؟ كلنا عارفين نفر وعارفين نفر تيتي ونفر تيري ونفر نفري ومن ثاني كتار وسنفرو ده مهم إن هيجي بعد الهرم الأول ده بعدين إنما نفر الجميل ألقت إلى الليل جيداً نافراً حتى في العربي في معنى جمال نفر إنما نفر يعني جميل وكانت بتتكتب بما إن ما فيش باور بوينت فممكن بطريقة تانية مش هنحكي عن إيه فكرة الباور بوينت هنحكي عن نفر حد يعرف إزاي كنا نكتب كلمة نفر ما معنى جميل أو يجمل لأن نفر هتدي جميل ويجمل ويطيب نفر بتترسم شوفيه كتابة بتترسم حكة جميلة والرسام والخطاط بالقلب وي مرتبط بوينت بايب برونكس القصبة الهوائية إذا يعني كأن الجمال يتنفس شوفيه حتى في رسمة الهيروغليفي في جمال لا تؤديه الصور ولا تؤديه الكلمات لا يؤديه البيان ولا الجنان ولا اللسان هذه كلمة نفر بمعنى جميل في المصرية القديمة هي قلب متصل بالقصبة قلب متصل بالقصبة وأنا عندي وعندي ولا أخشى أن يقال أو لك عند عندي أن هذا أصله أن الجمال بينبع من القلب ثم يتضح ويظهر ويبين إنسان يتنفس هذا الجمال هذه المعانية الجميلة إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً هذه كلمة نفر ومنها كنا بنحكي عن إيه؟ نفر نفر فنفر الجميل ومن نفر من القوي دي من في الإنجليزة كده؟ هل جاءت منها؟ ما يعرفش بس من قوة قوي راسخ ثابت من في كلمة سمنت هل هي من مصر القديمة؟ أم صدفة؟ لأن في السين في مصر القديمة تديك كوزتيف يعني يعني يجعل فالسمنت يعني يقوي سمنت يقوي سمنت يقوي سمنت يقوي ده فعل على فكرة ناس فكرة أنا أسرح كده لا ده على الواقع إذا فتحت عند الأستاذ ميريام وابستر أو أكسفورد ستجد كلمة سمنت اللي هو اسمه فعل زي الأسمنت اللي عندنا سمنت يعني يقوي زي تاخذ من الأسمنت يقوي يعني لها شوية أسمنت بس ده بقى معنى كده ده فعل فهل دي من المصر القديمة من بعدين سي من يبقى ايه؟ في حاجات تانية طبعا مرتبطة دي المهم من من يعنينا المعنى الراسخ عندنا وهو من يعني القوي فمن نفر يعني القوي الجميل يعني المدينة القوية الجميلة إذن منف هذه المدينة المصرية العظيمة العبقرية كانت من نفر أي جميلة وقوية قوية وجميلة مدينة مش بس يتعاش فيها وإنما تحب إنك تعيش فيها تلكم هي العاصمة الأولى وظلت منف على مدى التاريخ عاصمة لمصر حتى إلى الآن تقدر تقول كده إزاي؟ هو اللي بيجي من مصر وجاي يشوف مثلاً حتها عندنا دلوقتي لا بيجي يشوف الأهرام وبيجي يشوف صقارة اللي هنحكي عنها وهي دي جزء من منف لأن جبانت جبانت أي مدينة لو سمحت التليفون لم يكن مستخدماً في المصر القديمة فاجعله سايلانتون شفت سايلانتون دي؟ ده إعراب الإنجليزي ولو أنهم أعربوا لكان الكلام بيناً عندهم فوصر فكلمة منف المدينة الجميلة دي من نفر ظلت فإلى الآن أي مدينة بقي فيها جبانات بقي فيها قرافة بقي فيها جزء ونكروبوليس هذه جزء من الميتروبوليس وقلنا سابقاً يعني إيه متروبوليس المدينة الأم والمدينة الأم دي الأم وبنرجع لأمنا الأرض تاني فالنيكروبوليس جزء من المتروبوليس فإذا سئلت عن منف في هذا العصر فلا تقل إنها منف اللي بيسوقها للسياح دي حتى السغنانة اللي فيها تمثال رمسيس وكم قب لا مش دي منف منف دي عظيمة جداً لكن أشر إليها بما بقي منها إن اللبيب من الإشارة يفهمه فبص على مين؟ بص على على النكروبوليس على المدينة اللي موتو بسميها دي السقارة ومواقع الأهرام دي طبعاً جزء عظيم من مدينة مصر منف يعني هل تتخيل إن مصر القديمة وإنت عايش فيها وفيها القصور اللي هي متطوب اللبن بس كانت وقتها جميلة إنت لو جبت دلوقتي حاجة فرانجايل وحاجة هشة بس جبت فاكها دلوقتي صح؟ جميلة جبت رمان وبطيخ وحاجات جميلة جداً وحطتها هتبقى فرش وممتعة جداً صح؟ بس بكرة هتتتبل وبعده خلاص هتنتهي وبعد كده هتتلاشى وكأن لا شيء لم يكن أثراً بعد عين كذلك المباني المصرية القديمة كانت ساطعة ولامعة ومضيئة ومنيرة وكوراسكيتنج سنتليتنج شيمرين جليمرين جليمرين تينكلين تونكلين حاجة جميلة ثم اندثرت لكن هل تتصور رغم كل هذه القصور الهرم ما كانش ليه معنى في المدينة؟ بل هو ده The Definitive Monument إذن بقيت منف وهي منف الآن هي ما تجدونه في سقارة وفي الجيزة طيب نقول مواقع الأهرام دي من الشمال للجنوب كده تلاقي أبو رواش وبعد كده في الجيزة كده في أبو صير بعد كده في سقارة بعد كده في ضهشور أقصى الجنوب دي من ناحية الحتة بتاعتنا لو أتبارها قاهرة لسه ونحن على وشك أن ندخل نستأذن على مدينة منف وعلى أبواب منف تعال ونفتش في كتاب الزمن وفي أبواب العلم عن علم الأبواب في زمن سيطرت عليه سطور سطرتها أقلام تأقلمت على العلم وما من كاتب إلا سيبلأ ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكثك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه خصوصا إذا كنت داخل على أبواب الأبدية نحن الآن على أبواب الأبدية واستأذنت عند باب صقارة وظهر لي هذا الهرم بس كيف يظهر وهو ما تبناش إحنا لسه هنشوف إزاي هيتبني الهرم قلنا إن إحنا في من إذن في عاصمة إذن في استقرار إذن في كل شيء في موارد هائلة جبارة وفي ملك معه سموهم إيه؟ أنتراج حاشية بطانة قوة وصفوة يقول لهم هما ينفزوا أو ربما حتى يومئ إليهم أو هما بمجلسهم هما معاه في المجلس يعرفوا أفكاره فبيقدروا يقروا أفكار وينفزوا حاجات أو يقترحوا بما يسروا وأنا هنشوف بعد شوية لقاء أنا حضرته مع الملك زوسر ووزيره إمحتب ده هنشوفه ويمكن دكتورة دينة هتقول لنا فهنشوف هذا اللقاء ولكني ما زلت عند مبتدأ القول وبتبدأ مصر تؤسس هذا إذا كنت أنت ملك وحولك رجال أقوياء اللي هما هيبنوا لك مظاهر في هذه الحياة وما بعدها المصري كان يقول كلمة بالمصري كده زي الطائر الجميل المعروف ده اسمه وير ويرو وير ويرو وير ويرو عظيم العظماء شفت دي وير ويرو عظيم العظماء يا أعظم العظماء شفتوها في الفيلم عشاني عبد السلام المصري كان يقول عظيم هو العظيم الذي عظماءه وعظماء وده هنشوفه لما كان الملك يجلس كان ليه عظماء من دول اللي هما هتجدوهم في الجبانة لو رحتوا صقارة جبانة يعني المقابر اللي في الواقع كانت مينة أحياء برطن دايما فيها ناس وكل الاحتفالات الدينية كل ده عشان كده الملك وز ايبول to master a cluster of courtiers and a vizier to enhance his career and add to his luster it made him a blockbuster no like cluster إن الملك جمع هذه الحاشية العظيمة من خيرة القوم لازم يتخذ بطانة رائعة جميلة تزيد في الذكاء وفي الفكر ولذلك بصحبتك الكرامة تعد منهم فلا ترين لغيرهم ألوفا وقل لي من قرينك أقول لك من أنت and the man is known by the company he keeps واختر صديقك رفيقك واختر صديقك واستفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب والرفيق قبل الطريق خصوصا إذا كنت هاتفني هرم إذن نحن على وشك أن ندخل عند صقارة ونحن الآن فيما قبل التاريخ لا خلاص سبنا ما قبل التاريخ prehistory وتأسسة مصر لنقول إننا خمس تلاف سنة من دلوقتي خمس تلاف سنة لا نتقدم كمان وتمر السنون والقرون وعندنا الأسرات دي اللي هي أسرة أولى والتانية والتالتة يعني عائلات تحكم وإحنا في مصر بنقول بنقول إيه؟ بل الإنجليز بنقولي إحنا The third time is a charm فينة charm شارم يعني حاجة كده تبهرك تفتنك حاجة جميلة حاجة لذيذة The third time المرة التالتة التالتة تبتع وهذا مثل يعني جاري في لغات الدنيا إحنا بنقوله التالتة تبتع والعوده أحمد في إحنا في الأسرة التالتة دي يعني تالت أسرة أحكم ولما بنقول أسرة الكلام ده ما خمنهوش إحنا ولا دخلة لعلماء الأسر اللي هم اللي من دول اللي اخترعوه بل يرجع الفضل فيه إلى عالم مصريات أيوة أستاذ مانيثون مانيثو مانيثو كان بيكلمني عن المضاء ده هذا الرجل هو من كبار الكهنة وكان عالم في مصر القديمة وهو ده اللي أخذنا عنه وأخذ عنه هيرودوت وغيره إذن المصري هو أول من وضع التاريخ وعرفنا عن طريق طبعا مش هو أول واحد ده فيه كمان تاني بس ده بقي لنا على الأقل بقي لنا منه كثيرا من خلال اسمها ايه سنيبتس القصصات كل واحد كان بيكتبس منه أحيانا بيكون فيه علم مشهور أوي أو فيلسوف ممكن أكتر الشغل بتاعه ضاع ولكن بقيت حاجة هي ايه الناس اللي كانت بتكتبس منه مانيثو فاحنا دلوقتي في الأسرة الثالثة دي والمصري كان عنده حاجة اسمها كينجليست هي دي اللي خدنا منها التسلسل الملكي طبعا الكنجليست الكنجليست يعني هي كينجليست list of kings قائمة الملوك قائمة الملوك مش الصعالي كالصعلوك لا قائمة الملوك قائمة 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 بالملوك شفت قائمة وقائمة إنها قائمة بالملوك هذه الكنجليست هذه الكنجليست أيها الكنجليست مؤنس ولا مذكر لا الكنجليست هي المؤنثة هذه الكنجليست اخترعها المصري دي عبارة عن تقويم سماها ايه و لو رحت انت ابيدوس رحت ابيدوس 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 اذا ذهبت الى ابيدوس بالقرب من الاقصر اذا بلغت ابيدوس او ابجو ابيدوس تلاقي قائمة جميلة منحوتة نحتها الملك سيتي الاول مش سيتي ممكن سيتي برضو بس ما هو كان مدينة هو كان مدينة من المعارف الرجل ده الملك سيتي الاول وهنشوف فيها ازاي ابن رع مسيس بياخد درس في التاريخ وامامه قائمة من الملوك بتبتدئ من عصر من بداية من ميناء وتخش بعد كده هتجد فيه في الاسرة الثالثة رجل هو مش اول ملوك الاسرة الثالثة ولكنه بما انه هو الميزان هو اعظمهم فدايما بنبدأ به هو الملك جوسر جوسر وان يكن هذا الاسم لم يظهر لنا الا الا بعدين يعني تلاقيه هناك في القائمة انما في عصر جوسر ما كنناس نسمع الاسم ده قوي بنسمع حاجة شبهه ومعنى جوسر ان حد مقدس كده حد موقر جسر وفيه جسر جسره قدس الاقداس انما الاسم اللي موجود لهذا الملك اللي هنحكي عنه اللي بفضله هيبقى عندنا هرم الهرم الاول بس حكاية الهرم الاول دي ممكن تبقى كدبة شوية هو الهرم الاول الذي بين ايدنا بعظمته وكماله وجماله وحاجات دي ولكن هل هي الموضوع زي مع اينشتاين شفت اينشتاين فجأة دخل هنا ازاي اناكرونيزم عارفون الاناكرونيزم زي ان تقول ان تقول ان تقول ان تقول ان تقول ان نابوليون بيتفرج على التلفزيون ويشوف نفسه بيحب يتفرج على نفسه تلفزيون مش كده اكيد كان هيحب فدي اسمه اناكرونيزم فهل مثل ما اينشتاين بيقول انه العبقرية جزء منها انك بتخب المصادر بتاعتك يعني الموضوع كان سهل عليك وكان فيه مصادر وكان فيه مساعدات اه فكان فيه مساعدات ليه انما فده ممكن بل ممكن بل اكيد كان فيه تجاريب تجاريب ومحاريب قبل تجاريب ومحاريب نحبوا الى التاريخ في محراب المهم اكيد كانوا بيجربوا كثير تجربة المحاولة والخطأ تبني هرم وبعدين يقع تبني هرم والانفقة تكسر تبني هرم تتخيلوا كل ما يحصل تبني هرم وخلص وكل جميل تجي تحط الكيسة خلوة الكيسة وبقى كمبيوتر البروسيسور بقى علق لا فكل ما تبني وتجد حاجات تتحدم اكيد جربوا حاجات ربما كانوا نصيحين اولا كانوا بعملوها قناة سمولر سكيل وبعد ما خلاص يعني رسخت عندهم المعرفة وقدروا كل التجارب وعملوا بقى اسمها الديو ديليجنز فيني الديو ديليجنز عملت كل عليك فبدأ وعي من الهرم فدي دي مرضو حاجة لازم كيبت ان مين فكرة الهرم يعني ايه هرم احنا قلنا المعنى اللغوي انما ليه المصري بيبني هرم للابدية ومش عارفة في حد كم يسألني اكيد البناء العجيب ده مش كله عشان مقبرة والاجابة طبعا اكيد مش بس عشان مقبرة او لماذا لا صار الوقت صديق بيخرف بقى وخلاص عمل الحاجات الاليينز لا مش كده انما لا يمكن طبعا تبني بناء عظيم زي ده ويكون ليه هدف واحد وهذا الى الان طبعا لو واحد يفهم كويس وعنده من المقدرة مثل ملك مصر او اي ملك في الدنيا اكيد انت تريد ان تقترن ذكرك باحلى حاجة وصلة اليها من العلم والمعرفة والاداب والافكار فالهرم ده ابارة عن سوميشن حد هنا ماثيماتيشن او ايوه السيجما فالهرم ده للمعارف ففيه فيه افكار الرقي فيه ازاي الهيراركي فيه كلمة الهيراركي التسلسل ده هوت فيه ازاي فيه حد فيه قمة الهرم بيترقى بعد كل المبهود والتعب ده هوت فيه جزء فلك فيه جزء واخذ من الطبيعة انا احنا عارفين كان يحب ان ياخذ من الطبيعة كلنا بنعمل كده صحيح ناخذ من الطبيعة فيه بايوميميكري محاكاة الطبيعة كل ده وده هنشوفه واحنا بنوصف هذا البناء العجيب اللي هو اول هرم بقي لنا فنحن في سقارة وامامنا the genesis التكوين البداية البدء المبتدأ وانا ايتيتكم بالخبر خبر مبتدأ الاهرام وحين يكون الكلام عن الاهرام ايودي يكون فيه تلقاء كده التلقاء في الالقاء طيب احنا عند سقارة وعلى وشك ان نبني يا هرمان قلت قلت لامحطب هل تأذنوا لي ان احنا نروح لبلاط الملك جوسر لعلي اطلع على الافكار اللي هي هتخليك تبني هرمان وقال لي كمان حاجة جميلة قال لي يا احمد امحطب كان بيكلمني ايوه امحطب ومعنى امحطب هل دريتم ما معنى تعرف يعني امحطب تعرف يعني امحطب امحطب هذا المهندس العبقري العجيب كلمة امحطب هي نفسها فيها جمال ومن جمال الكلمات المصرية ان كل كلمة لها معنى والمعنى ده معروف بعد خمس تلاف سنة هاني انا نقدر نفك وتخيل ايه العجب ده انت ممكن تسأل حد انجليزي او بريطاني هو انجليزي ايه الكلام ده ممكن تسأل حد في هذا العصر من اللغات الحية وليعرفوا معنا اسمه ده كتير صح بالعربي ممكن بس رب الحمد لله ممكن تتور عليه انما تخيل خمس تلاف سنة وتقدر تعرف يعني ايه اسمك معنا احنا نعرف يعني ايه نفرتيتي مش كده جميلة الجميلات وفي نفرتاري نفرتاري جميلة الجميلات وفي نفرتيتي الجميلة جاءة انبئت ان الجمال جاء نفرتيتي يقول انت فاتنة ما حيتي وبقيت القصيدة بقى في المحاضرة اللي فاتت انما احنا نقدر نعرف فما معنى امحتب تفكروا فيها معنى امحتب ثم يعني ايه تكون مهندس او باش مهندس بقى انها مهندس رئيس وليس هو تحت ايده مهندسين فكرين العظماء والحاشية دي الانتوراج الارتينيو الارتينيو كلمة مهندس اللي باليوناني اركي تكت طبعا هتلاقوها ببقية اللغات بقى في هذه الشلة اللغوية حلوة الشلة اللغوية دي العائلة العائلة اللغة هتجدوا في اللاتينية والاسبانية هتجدوا اركي تكتو اركي تكتو فايي هالاركي وايه هي تكت ما هو الاركي وما هو تكت اركي يعني تشيف اركي يعني الرئيس فكريب نسيناك نقول عليه الشيخ الرئيس باش دي يعني زي الرئيس باش مهندس فاركي يعني تشيف في ارك انجل ارك ديفل ارك بيشوب اركايف الله ولي عايزينها النهارة اركايف ما هو الاركايف هو الارشيف الارشيف اللطيف الزريف هذا الارشيف ليه سمي باركي اللي هو معناها الشيف الرئيس الريس لان الرئيس يحتفظ بالارشيف اذا كنت ارك اذا كنت ارك شيف افي ارا تشيف هتحتفظ بالارشيف شفت دي يعني انجليزي العربي اذا كنت شيف هتحتفظ بالارشيف ده مهم في ريكوردز وإلى الآن في كل الحكومات عندها الارشيف اللي في كل المعلومات وفيه المعرفش ايه والمخبرات طيب احسف الحتة دي اها لا خلوها هيحبوها عني طيب المهم ده كلام مهم اذا اركايف واذا كنت فيك حاجة اسمها الاركي تايب اللي هو الهرم اللي هيظهر لنا بعد شوية اول هرم ده هيبقى اركي تايب يعني اركي تايب يعني النوع الرئيس برضو اللي هو هيتخذ عنده فاذا كنت انت اركي تيكت عظيم اركي تيكت هيبقى عندك اركي تايب تقدر بقى تعمل حاجات حلوة فاركي هو تشيف وتيكت يعني البنة تيكت يعني البنة البناء بنا يبني فهو بناء تيكت ومنها جاءت التيكتونيك فاكرين التيكتونيك تيكتونيك موبمن الارض والارض بتبني وإحنا بنبني نتعلم منها فحلقى الارض بتبني الارض بتبني جديدة الوام اننا عند المهندس نحن عند المهندس امحطب امحطب اعرفوا امحطب ومعنى امحطب ايوة امحطب معنى ايه اسمك يعني تتعرف اسمك طبعا يا احمد اعرف وبيقول بيكلمه دلوقتي اسمي معنى الذي يأتي في سلام الذي يأتي في سلام انا اقفز بالتاريخ شوية لان امحطب كان عبقري لابد ان هو اندفن عند الملك اللي اختاره هذا اقول لكم ان امحطب من عبقريته وحبه للمعرفة والاستطلاع and the curiosity قدر ان هو يرتقي به الحال from rags to riches ومن حال بسيطة الى حال الى اعظم حال لدرجة اننا وجدنا قاعدة تمثال عليها اسم الملك وعليها اسم امحطب فتخيلوا هذا الرجل البسيط من البسطاء of humble roots ولكنه اتكتب اسمه الى جانب الملك ذلكم هو العبقري امحطب الذي يأتي في سلام كلمة يأتي في سلام دي بهرتني هل معنى يأتي في سلام ان هذا الرجل سيقضي حياته حتى يعني بعد بعد هذه الحياة الفانية انه هو لسه في سلام هل مقبرته ما زالت ترقد في سلام لديه اعية علماء الاصر الى الان بيدوره اني ممكن صديقي العلمة دكتور صابريت لا ايه؟ دلوقتي بيدور على على مقبرة او مكتبة ايوه قلت مكتبة ان هذا العالم لا يدفن الا ومعه مكتبته ودا يبقى كشف عظيم هتجد كتب في الطب والهندسة والفلك زراعة النباتات الفصول التقويم الزمان الفلسفة كل دا عند امحطب وكانت مكتبة وكانت مكتبة عظيمة في نجل الموضوع التي تجده كانت مكتبة ومعه بمعنى من المعنى الذي يأتي في سلام ومعنى فاروه لأيض ممتبة ذلكم هو امحتب المهم ان انا عشان سمعت ان معناه الذي يأتي في سلام معنى امحتب الذي يأتي في سلام ممكن نكتب الكلمة دي ممكن نكتب اسم امحتب لان انا شايفه دلوقتي على قاعدة تمثال الملك جوسر and he is trying to make جوسر closer to eternity فاذاي نقرى الكلمة دي في عند المصر كده نبتة شائعة flowering read دي بتدينا حرف اليه وبعدين لو راسمت بومة هتبقى ميم وهتلاحظ ان في وش البومة حرف الام دايما والمصر كان حاطت ده ربما حرف الام مشتق منها مش موضوعنا نعرض فدي ام ومعناها في بس ده لجزء يعني منها وفطبعا ايه اللي يأتي وفيه حتب حتب دي بتكتب بيه كبارة عن offering table مائدة قرابين قربان 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 من قربة 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 قربان الوحل بمؤدن قربان you make an offering فدي بيه القرب صحيح sacrifice you make a sacrifice فبتديكي mutual gift giving كل ده من الجميل انه هذه الكلمة اللي هنكتبها بالهيروليف ايه مبارة عن مائدة وفوقيها رغيف عيش هي دي حتب بتقرى لنا حتب وحتب معناها القربان ومعناها السلام لانك طبعا اذا قربت قربانا او اديتي هدية فانت تسعين الى السلام مش حرب صح؟ انا جاي اديك هدية يا عم في ايه؟ تحربني ليه؟ انا بيعطيك هدية I'm making an offering be nice appreciate what I'm doing فإيه محتب الذي يأتي في سلام ويبدو ان فعلا مقبرته لسه في سلام ممحتب طب يا سيد انت فين مقبرتك؟ ولذلك في حكايات كتير عن محاولة الكشفة عن امحتب the quest to discover the tomb of امحتب and the legacy of امحتب طبعا اعظم ما بقي لنا من امحتب المعمار اللي هنحكي عليه لكن ربما المكتبة والمقبرة دي لسه موجودة جاء عالم بريطاني اسمه Walter B. Emery هذا الولتر Walter B. Emery قاعد يفحر كتير وقضى وفي الواقع كل ما كان يعملكه فعلا كان يدور على ولا حاجات كتير بس كان يدور على مقبرة امحتب لكي نعلم ان الصيت امحتب كطار في عنان السماء وطبقت شهرته والآفاق والناس بتستعالوا وشوفوا من اخر الدنيا جايين يدوروا الراجل ده قضى خمسين سنة من عمره بيدور على قبر امحتب ومات وهو بيدور عليه مات وهو بيبحث عن قبر امحتب لكوا لقطة من حياة Walter B. Emery هذا الاثري الانكليزي كان بيكلم انجليزي أكيد ولذلك هو آي في بعض كلمات وكان بيشرح اهمية المقبرة انه بيقول لو احنا لقينا المقبرة دي هنلاقي زي ما قلت كتب في هذا وكتب فيه هنلاقي عجائب هنكتشف هنعرف ازاي الراجل ده كان بيفكر وما اجمل ان احنا نبحر في عقل المفكرين طال كتابا زان قارئه بالعلم والفضل والأخلاق والأدب يدعونه بحر آداب وقد صدقوا في البحر در كما في النطق والكتب در الكلام عقود عز مطلبها اغلى من الخضل في سلك من هزهبي فولتر بي امري المهم انه هو في يوم الايام اكتشف هذه الجالاريز بسموها ايه والأنفاق اللي لقى فيها آلاف من الايبس عارفين الايبس الايبس طائر الايبس ابو منجل والجمع ما هو جمع ابو منجل ما جمع ابو منجل اباء مناجل ولا ايه ابو مناجل ابو مناجل ولا اباء مناجل شفت اللغة فيها حاجات طريفة اباء منجل اباء منجل اباء منجل بسمع اب Storm الايبس ابو منجل البس هي اغرقة اننا اليونان ابو اغراقوا الكمل بالمفردات هم اغراقون اللي هو المصر القدين ح viu من عارفين those لأن هذا الطائر أيوة الطائر ده كان يحبه إمحطب وكان إمحطب يحبه إزاي؟ وإمحطب دلوقتي بيشكرني بيقول لي أيوة أحمد تتكلم صح؟ بتقول في الموضور تاعي إنه إمحطب كان يحب الآيبس جدا لأن الآيبس أو أبو مينجل شوف المينجل؟ المينجل ده شكل من قبل هو طائر الحكمة هو يرمز إلى الحكمة والمعرفة الحكمة والمعرفة والتاريخ والطب والباور بوينت والباور بوينت لأن كده أنا مش محتاج النهار ده باور بوينت لأن إمحطب قال لي إن أنا تقدر تستخدم الأفكار بتاعة الآيبس وإن تلوقتي متخيلين إن فيه آيبس إن فيه أبو مينجل بيطيره محلق وممكن ينزل على الأرض ممكن يساعدنا في قتل البلحرسيا تخيلوا عرفنا أن هذا الطائر الجميل المفيد النافع كان يقتل البلحرسيا فيجعل لنا المية صالحة للسباحة ويشوف إزاي ما نحتاجيش بقى والأسف طبعا انقرض من عندنا من الجزء بتاعنا هو طائر فريسكيورنيس إثيابيكس طائر إثيوبيا المقدس هو لسه موجود فوق مش نتكلم عنه فوق إنما هذا هو طائر الحكمة والمعرفة للأيبس يلاحظ إن لو جيتي على إيد على المنقار هو يقدر يدور على حاجات مش بس كده لو هو بيبحث بيتحرك كده زي الألم وهو معقوف معقوف فيرمز إلى رمز القلم فصار يعني عميد الأدباء وعميد الكتاب ذلكم هو الأيبس الذي أحبه أم حتب فأنا استأذنت من أم حتب وهو استأذن لي الملك جوسر وحضرت لقاء في بلاط الملك جوسر أنا الآن في بلاط الملك جوسر وفي بلاط الملك كرسيان في الجلال والأبهاتسيان على أحدهما يجلس جوسر لا يتفاخر وقد أجلس وزيره على الآخر ودلوقتي إلى الحوار اللي دار بين الملك جوسر ووزير أم حتب هذا التعليق بين وزير أم حتب ومع روز يا وزير يا عزيز أم حتب بك الأمن والسلام في البلاد مستتب الأمن والسلام آية من الآي والفضل لك فيه يا مولاي ما أروع منطق كياما في سلام تأتي وحق من أجر الأنهار من تحتي لتكونن في الخالدين ولتذكرن إلى يوم الدين بخير دعوت لي ولخير دعوتني يا مولاي نعم بتوفكر البارحة فيما كنت شارحة كيف شغل أجدادنا الخلود وتمنوه لكل مولود ورأيت أن أجسادنا تقبر بالطوب اللبن؟ نعم تكلم كيف عرفت أفصح أبن إن هو إلا الوحي والإلهام يعمل في الفكر كالسهام يصيب ولا يخطي يسرع ولا يبطي ألهمني إياه سريان هذه المياه في ذلك النهر كأنها الدهر ثم ماذا؟ رأيت أن الإنسان يفنى وأن قبره أقرب وأدنى فلو تبنى هذا المعنى لخلد هذا المبنى أم؟ أوضح من طل من الطلاصم يا أمحتب امحوها يا أمحتب مولاي لو بنينا بيوتنا من الحجارة لكانت لنا بها إجارة وخير أمان من عاديات الزمان اقرأ علي كل ما كتب وابدأ من الغد في البناء يا أمحتب مولاي هذا اللحد محتاج إلى مهد فونديشن هذا اللحد محتاج إلى مهد تريد عمالا ومالا وفيرا ألست لي وزيرا؟ وأمرك في الشمال وفي الجنوب في النائبات تنوب عني وعنك أنوب مولاي مولاي لا طاقة لنا بتحرير الحجارة من محاجرها ليالأرض يا وزيري لا لمستاجرها فإذا هدأ الفيضان وأجدبت الأرضان أطعمنا وكسونا الأبناء ليشيدوا هذا البناء نعم الرأي ولكن على أي مثال يسير المهندس ويقيس المثال فأجعل من عمارتك ظلا يلمح الأصل فالأصل لديه القول الفصل غير أن ما بالطوب يطيب ساعة وما بالصخر صامد إلى قيام الساعة وبذلك يكون أم حتب قد أودع بالمعمار فصلا من التاريخ في مكتبة الأبد فاختاره الملك جوسر يبني له بيتا في الأبدية يجمع روحا ومادية يبني له هرما مدرجا به الخلود ويرتجا نحن عند العبقري أم حتب ولكن ما هي فكرة الهرم وأم حتب قال لي كمان أنه لو صرت وخدت كده ممكن حمار كان شائع عندهم أو عند عصر في عصر يا محطب وتركب في الصحراء هتجد أهرام في الطبيعة يعني تكوينات صخرية وركام وتراب هي أشبه بالأهرام فلعل هذا هو ما أوحى للمصري بفكرة الهرم وحكمة الصحراء الحكمة البالغة القادمة من الصحراء التي بلغتنا من الصحراء كمان الهرم ده زي السلم صح؟ جعل لي صرحا تبلو The essential ascension machine It's gigantic stairway to heaven دي برضو أفكار هرمية أو لعله ببساطة فين المهندسين؟ أيوة يا مهندس بس الهرم هو أحسن شكل أحسن شكل هو شكله جميل لا يعني هو الشكل الذي يستوعب أو يقدر يقف وصاد هجمات وهبات الطبيعة من كل هذه القوة فهو بناء صامد شامخ وصامد يقدر يصمد لأنه طبعا مع الرياح وكل هذا ففيه أفكار كتيرة اجتمعت ولكن حين سألت أم حتب الفيلسوف هو مهندس معماري وهو فيلسوف وهو وهو وقال لي أم حتب كذلك أن المصر القديم كانت عنده فكرة بدء الخلق أنه في الزمن القديم في الأزل كان في ما كان أشبه بالمحيط الأكيان الأقيانوس The ocean And then you let an ocean of devotion sit in motion an ocean of emotion like a potion أي ده؟ مافهمتش ديها أم حتب أم حتب يقول أنه في الزمن القديم In antiquity كان فيه الأكياندة الأقيانوس وثم ظهرت منه اليابسة وقلت لأم حتب مش دا عمل زي البركين قال لي فعلا طيب أمام أم حتب يقول أنه ثم انبثقت اليابسة من هذا المحيط وعليها حتى طائر أشبه بالفينيكس وهذا الطائر كانت له صيحة وهذه الصيحة هي التي عرفنا منها وفي الزمن القديم انبثقت اليابسة من البركان مهم؟ إن هذي اليابسة المنبثقة كالبركان والبركان يقول أيها الإنسان عرف المكان والزمان لما انبثق هذا اليابس من الأكيان على شكل بركان عرفنا المكان والزمان هذا كان أشبه بالهرم إذن الهرم يرمز إلى هذا التل الأزلي من زمان The primeval عرفين primeval؟ كلمة لذيذة كلمة primeval مش prime ولا evil مش evil It's not an evil word لا كلمة جميلة Evil ديت يعني العصر ولذلك حد يعرف العصور الوسطى medieval في middle هي الوسط medieval متعلق بالعصور الوسطى وفي co-evil معاصر وفي primeval زمان بقى شفت دي بفي primeval إذن المصري هيخدنا من primeval through the medieval to a time that's co-evil دلوقتي كمان بس not the evil ممكن بورج evil كده بس ده ايفول إذن نحن عند أم حتب وأم حتب بدأ في البناء على أنه كان يعلم كيف تبني وكيف تدفن المصري زي أي إنسان وإحنا عارفين قصة سيدنا آدم عليه السلام وإزاي لما كان في قتيل إزاي اندفن صح؟ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي فالدفن قديم جداً فالمصري برضو عارف إنه إذا دفن هيحفظ الجسد أكتر ومن حسن الحظ أنه عندنا في مصر الجفاف الشديد the sheer aridity the sun blasted desolate desert like a burning fiery furnace زي الفورن دي فكانت تكون أول ممية كده بالطبيعة سبحان الله ودي كانت بداية الدفن وبعدين كانوا بيحطوا عليها ما يشبه البنش المصطبع المصطبع ولعل هذه الكلمة اشتقت من صفة صفة يصف وصطفة صفة مصطفة مصطبع المهم إنها معروفة المصطبع اللي هيجي يعمله محطب إنه هيبهر الملك وهي ويقوم بحاجات كتير في هذا البناء فهيحط مصطبع on top of مصطبع ولا ممكن يحط تليفون فوق تليفون بس لازم يكون التليفون أصغر منه مش كده بالله طيب هيضع لنا on this tomb لا تقل تومب ولقد سمعت أناسا من أمة العرب يقولون تومب وهذا خطأ بين قال سبويه إن البي ساكنة سبويه الإنجليز ما فيه سبويه عربي فيه سبويه إنجليزي هو أصلاً ما كانش عربي إنما هو كان ضليع في العربي وفي العصر الحديث سبويه بقى ضليع في لغات تانية بقى polyglot بقى عنده لغات كتير لا أصلاً إذن سبويه الحديث بيقول أن التوم البي فيها سايلنت قلت يا سبويه ولماذا البي سايلنت قال لأنها اندفنت في التوم صح؟ توم بوالبي مدفونة في التوم التوم اللي هي المقبرة توم على أنها تظهر في بعض اللغات الأخرى فيه ناس بينبشوا المقابر من نشدعوا بيه أنا بكلمة الإنجليزي لو أحد توم مقبرة هذه المقبرة أنا هسكت لحد ما يبقى فيه سايلنت صمت المقابر هنا قبر وهناك قبر وهناك القبر أيضاً يا أهل لذة لا تدوم لهم إن المناية تبيد اللهوة واللعبة نرجع لإمحتب الأستاذ إمحتب على وشك أن يبني هرماً وهيبهر جوسر والملك جوسر طبعاً مشغول في حاجات مهمة تانية غير هذا لما هو هيضع مصطبه فوق مصطبه فوق مصطبه فوق مصطبه إذا أنت عاوز تضع هذه الأحمال الشديدة هل لدينا مهندس مدني؟ عندنا مهندس مدني يحكي لنا ما هي الموضوع؟ لا قبل هذا هل لدينا مهندس مدني؟ أن التربة ممكن تغوص إلا أن المصريين عندهم خبراء في علم التربة فاختاروا هذا هذا المكان هذه البقعة اللي فيها أرض صلبة مش صلبة الصلب ده اللي هو الصلب تشد أطراف الجسم وتعليقه إنما اختاروا هذه البقعة الصلبة فاتركه صلبة 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 وَبَنَيْنَا فَلَمْ خَلِّ لِبَانٍ وَعَلَوْنَا فَلَمْ يَجُزْنَا عَلَاءُهُ قُلْ لِبَانٍ بَنَى فَشَادَ فَغَالَ لَمْ يَجُزْ مِصْرَ فِي الزَّمَانِ بِنَاءُهُ فإذ الأهرام وهذه العمائر والعمارة كالحياة والخراب كالموت وبناء كل ملك على قدر همتي لا تبنى في أرض مثلاً رملية أو كثبان هتغوص منك مش تقدر قصب تحط حاجة هتحط حاجة أنت نفسك هتغيب إذن لازم لازم يكون جود صوليد بيدروك أدي حاجة الحاجة الثانية إنها الأرض طبعاً بطبيعتها لما يكون جود صوليد بيدروك محدش هيقدر يسويها أوي فهي بتبقى مرتفعة بطبيعتها إذن لازم يكون جود صوليد بيدروك قمة كده ترتفع فإذن أنت عندك هرم من البداية إذن نظرت إلى مواقع الأهرام لو وجدتها هي أصلاً أهرام بذاتها بارتفاعها دخل وعده كده فيه دكريبيتوت اللي هو الهرم الهرم هو دكريبيتوت بس يجب علينا أن نحظر الكثرة ونرجع تاني للمانجمنت والإدارة العبقرية على فكرة كلمة المانجمنت ما تزال محترية طفزة بإجاملها من ساعة مخترعة. نزمان هذه نقف عند كلمات كتير. الكلمات بتحكي أفكار وبتحكي لنا أساليب وستراتيجيز and the way of doing things. كلمة management. يمكننا تكلمنا على MBWA اللي هي management by walking around. إنما كلمة manage دي حد فكرها فيها هي متركبة. مش كلمة واحدة. هي سيارة قوي بلذيذة. طعمها حلوة. ممكن بتقدم لوحدها. ممكن بيضاف عليها إضافات. أحياناً بتبقى spicy. أحياناً بتكون دمها تقيل. وفيه مانيجر بايخ وعايز تخلص منه وما تشوفهش تاني. وفيه مانيجر دم وخفيف. إذن ففيه كل all kinds of management comes in different flavors. فيه management. لكن تعالوا نشوف المانيجمنت الخام. المانيجمنت حلوة المانيجمنت الخام دي. المانيجمنت الخام. تعالوا نشوف المانيجمنت الخام. جاي من كلمة manus باللاتيني. manus اللي هي الإيد. شفت بقى الإيد. إذن المانيجمنت اللي هي فيها إيد. حتى وإن كنت مش هتعمل حاجة بإيدك. بس لازم تكون إيدك قريبة من الحاجات اللي انت بتشرف عليها. وإلا شوف بقى. شوف اللي هيحصل لو انت غايب. فعلى الأقل حتى لو غبت لازم تكون الحاجات دي بشرتها قبل كده فعند الخبرة شوفت بشرتها. فمانوس اللي هي الإيد. واجي لازم تأخذ. الجزء الثاني معناها to drive. so you drive with your hands. ولذلك ولذلك لو كانت وقفت وصادك حتى الفريق مش قادر يدير. انت ممكن تيجي وبإيدك كنت تعمل الحاجة أو تشجع أو تششششششششششش. اه، تكلمة دية. شششششششش. خبزين داني. ممكن تخترح كلمات On the spot. ششششششششش. تعمل إيه؟ To set an example. To show. Show until. Show until. تروح مرة يوم بعد تنتحكي. والعكس. وهكذا. إذن هذه المانيجمنت كيف دخلنا في المانيجمنت؟ لأن فيه محتب هو الاركيتكت هو الاركيتكت هو مانيجيريال طبعاً هو الاركيتكت مربوط على درجة الإدارة ليس بس الاركيتكت وخلاص وبدأ يبني الله قدر يلاقي هذه التربة أص تربة؟ هي اسمها تربة أيضاً؟ مهم أنها هذه الفونديشن الصلبة التي ستستحمل هذه الأطمان من الأحجار الله الأحجار أنا ممكن عندي تربة الصلبة وإنما في مشكلة كبيرة جاي بقى أنت تبني وحاجاتها تقع هتبني لي بالطوب اللبن مثلاً ماد بريك ماد إيه ماد دي؟ ماد 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 أحد يقول معايا ماد ماد شكرك ماد أنا عايز أشعر بالكلمة استمتع بيها أهلاً ماد ماد عشان نقدر نستخدمها لازم نستدعيها ماد بليز كم وحاجاتك هذه الماد هذه الماد فالمشكلة أن الماد سأضع الماد فوق ماد سيبقى ماد سيبقى ماد ماد أو ماد سيبقى ماد يقل البطين وفعلاً شاهدت هذه الكلمة وصلتنا لحاجة جميلة ورأينا بعد الأهرامات الحجرية الأهرام الحجرية لقى أهرامات ماد ووقع وطين خلاص، كانوا بس بيعملوها كروتة كده، وسلاف داش، ثم كانت بولدر داش، ثم كانت تهدمت أول ما شلت الكسوة اللي كانت مغطيها، كانت فعلاً ماضي بيراميد، فما ينفعش تبني بالطريقة دي، هتبقى على طول بسرعة، لا تصمد للزمن، فمن ذلك العرب كان يقوله، العرب كان يقوله الإنجليز، الانسان يخاف من الزمان والزمان ويخاف من الأهرام، عشان يخاف من الأهرام، لازم تجيب له حجارة، أم وجدنا وطلبت من الليثولوجست، اللي هم بتخصصين في الأحجار، شفت تلكدين من زمان دي، طلبت من الليثولوجست، يقولوا أن الإحجارة بتيجي منين؟ قالوا لي أنه في الهضبة عندهم حجارة كتير، قالوا لي أن مصر كلها مليانة حجارة، قالوا لي أن فيه مونتنين للمستوء، لا تصمد لي، أخبرني الحقيقة، إنه مكتب، إنه مكتب؟ لا، إنه ليس مكتب، إنه مكتب، إنه مكتب، حجر الجير، حجر الجيري، حجر الجيري، الجير، جير، 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 يجب أن تأخذ منه، يجب أن تأخذ منه، يجب أن تكون في جير، المهم أن الحجر الجيري ده، هو اللايمستون، هو الذي ترصب عبر الأزمان، ومن العجيب، إذا كنت بصيت على الحجر الجيري، وعلى ما ترصب منه، ما هو مترصب، ما هو ترصب، الارسابات ده هي، هي فيها تاريخ، فحتى قبل أن يكتب المصري، بالحجر الجيري، أو على الحجر الجيري تاريخ، ويبني تاريخ، هو كان فيه تاريخ، حتى تعلمنا من طبيعي، حتى فيه تاريخ، وتلاقي فيه الأحافير، الحفورات، الحفريات ده، جوه الحجر الجيري، إذا الحجر الجيري بطبعه، غير مثلا الناري ده اللي هو، يجنيس بقى، هذا الارسابات، layers upon layers upon layers. والشين كده اختراحتي حاجة قلت ايه؟ هذه الارسابات بالانجليزي، اللي هي الطبقات، ومن المنا اللي بيدرس الطبقولوجي، شفت الطبقولوجي دا؟ علم الطبقات يعني! المهم، هذا الطبقولوجي، بدأت طبقية بقى، خلينا نركز في الطبقة واحدة، طبقة 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 طبقة، يقدر طبقة طبقة طبقة، هعرفين هذه؟ المهم ان الطبقة، اللي هي layer وإذا كنت جيولوجيس، يجب أن تكون مجموعة في الكثير من المطلوب لكن باللاتيني Stratum والجمع Stratum مثل Bacterium Bacteria لازم تنط كده سوف تنط كده تعمل حركات سريعة تنط كده تنط كده المهم أن Bacterium Bacteria Stratum Stratum وDatum عرفنا الجمع اللاتيني الله، نقدر نجمع حاجات كثير لكن اخترعت منها حاجة قلت إيه؟ الأسلوب الجميل في إزاحة لير عن لير إزاحة طبقة عن طبقة بيخليك تفهم الأشياء لما تلاقي حاجة متكومة كده تشيل لير عن لير ده اللي بعملوا ملأثار غلوا ملأثار غلوا ملأثار غلوا ملأثار يا أستاذ إهدى، إهدى يا حبيب تبت تقدم بحث علمي لا، من العلم حسناً أيها علمي لا إهدى، لو سمحت إهدى لير أبون لير تتشيل اللير فلما تتشيل اللير بتشيل الطبقات طبقات ده القمامة عارفين في محضرة زمان عملتها من أكتر من عقد من الزمان كاملي فقالها 15 سنة اسمها الفستات بعين الخطاط وعملنا فيها حبة جربولوجي يعني جربولوجي علم الزبال علم القمامة بجد ده علم وقمامة الماضي أضاءت لنا ظلمات التاريخ ولقد سألت المدائن ثقاتها عن أقواتها في أوقاتها فأهدتني القمامة باقاتها وأخبرتني من طبقاتها عن طاقاتها فرجعنا لها فأنا قلت لو شلنا لير عن لير طبقة عن طبقة ممكن تعمل توضيح التي نقولها بالإنجليزي ديمونستريت يعني يوضح طبعا أنا اخترعت الربط بينهم لأن ديمونستريت جاي من حاجة تانية ولكن اللي هي أقول بقى يا أحمد اللي هي لا صديق لازم تقول صديق لأن بعد كده تبص على الحاجات دي هتلاقيها في الصديقي بيديا إذا فاتكم شيء من هذه المعلومات العجيبة ستجدونها على صديقي بيديا والصديقي بيديا مالهاش حالة طبعا مش محتاجين نقول عنها خلينا نتكلم على اليوتيوب لا مش اليوتيوب هي على اليوتيوب بس هي أحسن من اليوتيوب لا هي صديقي بيديا نرجع إلى لير شيء لير عن لير فهتعمل ديمونستريت فأنا نستخدم نتصرف فيه شوية نقدر عندنا حرية حرية في النحت حرية في التشكيله لدرجة ان في ناس كان عندهم من الجرأة يقولك ان المصريين ما كانوش بيبنوا بالحجر ده كان بيبنوا بالطوب بعدين بيحرقوه يا سلام طب روحوا شوفوا كده احجار الهارم بص عليها طب روحوا واعملوا عليها اي حاجات من العلوم الحديثة المطبقة ويتشوفوا طبعا هي احجار قديمة وهتلوها كمان مش يونيفورم ولكن تخلي كلامك يونيفورم واضح كده نلبس بقى اليونيفورم زي يمحوتب كده لا مش يحتاج انت نلبس يونيفورم ده ده راجل عبقاري يلبس ما وعاوز انما يمحوتب رايح يبني وبنى مصطبة يبدو ان ما ابهرتش لم تبهر جوسر فاضاف اليها واضاف اليها واضاف اليها واضاف اليها بانت على مراحل الى ان بلغ ستة شوفت ستة ده برضو عدد عجيب ستة مصطب مصطبة فوق مصطبة مصطبة فوق مصطبة 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 فوق بعض ايد المحاضرة اصلا الهرم الاول مصطبة وعودها فوق بعض سلام عليكم احنا بقى منقول الحلويات التحبيش اللي هي الحجر اللي بين الحجر زي ما في الناس بتقرأ بين السطور انا بقرأ بين الحجارة شافت ازاي؟ حب الجيولوجي حب الجيولوجي لو سمحت اطلب لي واحد جيولوجي عندك واحد ارض واحد لوجوس يبقى جيولوجي لوجوس بتاع الارض نرجع الى امحطب امحطب كل يوم جاي في سلام يبقى بيبني بعدما انت جاي في سلام مفيش حرب يبقى في استقرار يبقى في بناء امحطب اعمال يبني وعمل لنا ست مصاطب بيكومهم 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 الطرطة بتاعة الزفاف مش كده؟ طرطة الزفاف بيسموها ايه؟ طرطة الزفاف بيسموها بس بالعربي طرطة الزفاف الجميلة دي هو دا الهرم فكأنه بيحتفل بزفافه مع الابدية ذلكم هو البناء العجيب انما قبل ان تبني فوق الارض لازم تحت الارض اللي هي ايه؟ اللي هي تحفر اللي هي تحفر ويبقى تحفر ويبقى تحفر الارض لازم تحت الارض الارض لازم تحت الارض فعلاً البناء اللي هي اوتاد فهتجد ان فيه سبستركتشور في إنفرا 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 ريد لازم يشوفوا العين الحمراء إنفراستركتشور الانفراستركتشور دي البنية التحتية بقى كل المرافق اللي يحتاجوها لازم يقواصل المالك كان واصل بقى فقبل ما يبني فوق على فكرة هو لازم يبني أو ينحط يحفر تحت من العجيب قبل ما ننسى أنه رغم كل هذه الأحافير وهذه الأنفاق التي أشبه بالأنفاق الحربية أو الأنفاق التكنولوجي آخر صيحة ومع ذلك الهرم وهذه الأطنام ما نهرتش كنت مع ديسكابري من كم أسبوع ودخلنا بقى الهرم الأول ده أول هرم في الدنيا تخيلوا تبني مرم لأول مرة وعمل أنفاق كتيرة وما يقعش تنزل تحت تحت العجب تنزل كذا دور تحت الأرض يعني بني أدوار وعمل أنفاق تصل لحوالي ستة كيلو متر طبعا ما نعتقدش ده عمره يتفتح للسياح كاملا لأنه تخيل بقى في سائح عند الكيلو واحد ونص يبعتوله روبوت تجيبه ما أقول صح؟ فتخيل ستة كيلو متر تنزل ليس فقط هو نحت الأنفاق وكمان رسم فيها نحت الصخر ثم نحته في الصخر هو رسم رسوم وتجد الملك بيجري في واحدة من الغرف ده تحت الأرض بيجري حاجة اسمها أعمل زيه بقى كده الجارية دي اسمها الحب سد بيحب في السد حب سد السد يعني الديل حب يعني العيد حب سد عيد زيلي إيه عيد الزيلي ده؟ هو لازم يتزيّ ويتزيّل كله لا يبدو أن في المجتمعات القديمة لما كان الملك أو الحاكم لما كان بيضعف كان بيتشال كان بيمشي كان بيتقتل بيحصل له حاجات وحشة إنما المصري زكي قال لك أنا ممكن أبقى حلو طول الوقت فكان كل تلاتين سنة تلاتين سنة احفظوا معي الرقب تلاتين سنة يروح جاري جارية ويعمل احتفالية ولبس حلو وأكيد طبعا يستحم حلو حاجات كتيرة بقى أنجوينس ومراهم حاجات الكسير وكسير الحياة لأنه يعني من غير ما أحضر الاحتفالية أم حوتب سيرتب لي حضور أي المصري القديم في فرق من المصري القديم ومن المصري الحديث الحديث هو مش حديثة المهم была هي لو كان يحبا الاستحمام جدا كذا مرة في اليوم والذي قال عنها ابن سينا من أراد الشباب يعليه بالاستحمام والعسل أمان عسل النحل فحاجة من داخلية وحاجة خارجية الكهنة طبعاً اللي هم كانوا علماء الفلك زي إمحطب إمحطب ده كان عالم فلك أنا تخيل أنه هو بيصحم منهم يستحم بعدين بعد شوية تانية قبل الملك يستحم خرج من عند الملك يستحم داخل على المكتبة يستحم فتلاقي كده إيه؟ مشرق مضيء مظيف ده إمحطب أما ده المصر الحديث بس المصر القديم حاجة تانية مصر القديم بيخترع وبيرصد الفلك ويبني أهرام ده فيه فرق كام فطبعاً زي ما قلت أنت صدقتني إنه هو المصر القديم ده عبقرية وهذه العبقرية جزء منها إنه هو بيعتني بنفسه لأن العلم إذا ما ينفعش صاحبه مالوش قيمة ويهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل إذن دائم حتب إحنا بقى حكينا عنه إنه هو كان بيروح السق بيبوي السق بيبوي المكان الذي يجعلك فيه على طول اللي هو ذا الهمة الهمة هذه أيه إحنا وصلنا فين كده عشان ننقطع حبل الأفكار أو كاد أن ينقطع المحطب بيبني بيبني بيتاً في الأبدية زي ما قلنا قبل ما تبني فوق لازم يجب أن تبني أيوة شكراً وتحت بقى لقينا هذه الصورة كل تلاتين سنة طبعاً مش بالضروري الحاكم الفرعون يضعف تلاتين سنة ممكن أقل من كده ممكن أول ما يقعد ممكن هو ضعيف من بدايته تتفاكرين أنتو عن خامه ده الولد كان تسع سنين يا أنت تسع سنين ده أنت محتاج لك حبس من الأول محتاج لك يسموه أي ده أمة الإنكليز أطلقوا عليه ريجوفينيشن 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 فور the whole nation مش بس هو إنه نلاقل لو الملك قوي لو الحاكم قوي كل يعني إذا سلمت فكل الناس قد سلموا وهلو دي إذا سلمت فكل الناس قد سلم وإذا قويت كل ده وبينعكس ما يكسوا بعض حتى أفل فكل 30 سنة لكن واحد زي تقول عن خامون لما يجي يعد أنت أصلا أنت من حقك تعد أصلا يا ولا فيعملوا له بقى ريجوفينيشن مثلا ويتخيلوا أنه هو حكم 30 سنة فحتى لما كان امحطب ينحت هذه الصورة ريجوفينيشنية هذه ريجوفينيشن بالعربي حد يرى جو في جوف باللاتيني اللي هو الشباب الشاب الشباب ومنها جاءت كلمة جوفينيل مثلا حاجة سبيانية كده وفيه ريجوفينيشن ف ري اللي هي الإعادة مش كده رينيو ريبيت مش عارف ايه ريجوفينيشن يعني إعادة الشباب عودة الشيخ الى صغر صغر ثاني نعم بلاش دي انت بقى بقول لها دي المهم اه عودة الشيخ الى الحكم موسيقى 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 فإحنا وصلنا عند الحبس الى الحبس فالحبس الى يجب تبص على العوصف ففيه حاجات كتير أكيد طبعا كان بياخد أحسن تخيل انت بقى حاجة جرمية عنده أحسن إذا كان هو لازم يجيب الشيف فهيجيب أحسن أحلى أكل أحلى فواكه المصرين كانوا يرافوا كمان احسن قطع لحمة التاكل فإنه يقوي فكل ده فإن لم تجعله يرجع شاب تاني على الأقل بتديله استرداد للعافية فإنه كل ما يضعف كل ما يضعف سلطانك ولذلك الكلام ده طبعا موجود في العالم كله طول فترة فأنت في أي مجال مش بس في الحكم بتحاول أنت تريأسيرت وإلا الناس ما عندهاش ثقة فيك فأنت طبقوا إيه الفارد طبقوا أنا ما أنا حاكم مش هيمني مش يعني مش هقول الشتيمة بس يعني إيه مش عاوزكم تثقوا فيه عامل بيكو إيه لا ما هو أنا لو ما بتثقوش فيه هقول كلام مش هتعملوه بقى مفيش إنجازات فلازم الثقة دي تستعاد في العالم كله بيعمل حاجات دي في الملتاري باريدز ولكن المصري بدعها فده زكاء إنك أنت تقيم هذه الصلة فتقدر تنجز إذن أنا هو بقول لكم يا مصريين أنا حاكم قوي وهقول لكم أفكار وهتعملوها وأنت هتبقى قوية زي بدي إم حتب وجوسر جريت تيم فريق عمل رائع جدا سمحت إم حتب بيتكلم محدش يتكلم وإم حتب بيتكلم لإن كده فيه سلام مفيش سلام إم حتب هيضطر يستأذن ويمشيه لأن دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة أهرام وإيه تاني فأوشكنا على الانتهاء من بناء الهرم إحنا قلنا إن كان فيه الحبسد فالحبسد هو كان بيجري حاجة دي المرسون نعلم إنه ما جادناش سجيل بيقول لنا إن فيه حد ما عرفش يجري موضوع نتركه هل ده حصل ولا ما حصلش حول الهرم فيه بنايات تانية إحنا إذن فيه أنفاق تحت الأرض وأدوار والملك بيجري ملك مصر العليا والدنيا نكلا ما عارفينه وفيه كمان مجموعة كبيرة تانية فيها معبد فيها أقدم بهو معمد في التاريخ أنا هقفل بالبهو المعمد لأن فيه أفكار حلوة أنا أخرج بقى بالعكس ولا فكرة هتلاقو في معابد في الدنيا كلها هتلاقو حكاية إنك تدخل من الشرق متجه غربا الشمس وراك جميلة جدا شف الجمال لأنه لو أنت داخل من الشرق رايح غرب يعني الشمس وراك يعني الشمس مش ضربة في وشك وأنت داخل كده هو وكل حاجة بتضاء إليك مستنيرة فالملك أو داخل بس أنا بقى أدخل بالعكس والشمس يتشوفني مش قدر أشوف حاجة عفلشان جدا أخلص النعاردة الهايبو ستايل هول ده هو اللي هو حوالين الهرم المدرج تمام ارتفعه حوالي 62 متر مش عالي قوي لسه ما دخلناش على خوفه بعدين ده بقى نحن الوقت مع جوسر حد بسيط كده وفيه البهو المعمد ده والأعمدة هذه الأعمدة بتثبت مهارة وعبقرية إمحتب وإزاي إنه هو هو عنده ملاحظة دقيقة وحب للطبيعة وعشق فهو كان ياخد منها فهذه الأعمدة المصر كان يعملها زمان قبل الحجارة كان يعملها مثلا من باندلز أوف بيبيروس هل تعرفين باندلز أوف بيبيروس؟ تبقى إيدي بالعربي أحزيمة مثلا حزم من البردي حزم من البردي لكن هو عملهن حجارة يعني عمل لها تحجير حجرها تحجرش رأسك يا إمحتب لا أنا بحجر الحجارة هو بيرسم في الحجر تحجير 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 كل شيء في ملح فعبقرية إمحتب لها جوانب مثل فصل الماس تبصت أنه يسجل الأفكار في الحجر تحجير كل شيء في الحجر تحجير كل شيء في الحجر صح؟ وفي مكانك فالزمن فرع الحدث يبقى الأصل هو الحدث في أحداث في زمان ولذلك إحنا لما بننام تبارك من توفاكم بليل ويعلموا ما جرحتم بالنهار ونصحى لو ما فيش حلم يعني ما فيش أحداث صح؟ الحلم ما فيه أحداث فإيه؟ عدت مرت إيه؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم لكن لو فيه أحداث ممكن تفكر أنها يوقف حاجة طويلة مش كده؟ مع أنها كلها دي ممكن تحصل تقول لك في مش عارف جزء مستاني عن حاجة دي الناس اللي تبصر في الحاجة دي إذن لو أنت قدرت توقف الأحداث هتوقف الزمن طب هل تقدر توقف الأحداث؟ لا هتقدر توقفها في مخيلتك بس مخيلتك is not durable يعني المخيلة تحتك هتتلاشى وهتنتهي فلازم تسجلها في حاجة باقية وده اللي عملوا أم حتب أم حتب جاب الحتب لا فيش حتب جاب الحجر مفروض بأن أسموه أم حجر أم حجر أم حتب نحت هذه الأحداث الزمنية في الحجر ومن أهم هذه الأحداث كيف كان المصر يعيش كيف كان يبني كيف كان يشيد قصرا فجعل كل ده بالحجر طيب القصر كان شكله إيه؟ بص على السقف كده شايف على السقف هتلاقي لوند لا بص على السقف هتلاقي جزوع النخل أم هو عمل سقف من جزوع النخل؟ لا عمل سقف حجري على هيئة جزوع النخل سقف من جزوع النخل إلى ستون الكلام ديت ما هي ستون ولو رحنا إلى الغرب كده الصور الغربي هنجد أن في حاجة جميلة اسمها فينيشان بلاين أو رول داب مات زي الحد شاف اللي هي السطرة اللي بتسحب دي كده عارفينها؟ هو عملها دي برضو بس إيه؟ بعد ما كانت مثلا حاجة خشبية أو أو عملها بالحجارة وشفنا الباردي الأعمدة دي bundles of the virus تحولت إلى أحجار فهو سجل لنا فصل من العمارة في مكتبة الأبد اللي هي بالحجر فقابوا بعدين وبعدين يا إمحطب فين مقبرتك وفين مكتبة والخط يبقى وإن تعقبت السنون وكاتب الخط تحت الأرض مدفون وإلى حلقة قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر